ودعوني بهذه المناسبة يعني أروي لكم قصة عجيبة جداً وفيها فائدة فيها فائدة عظيمة للمسلم في هذا الباب باب الدعاء على الولد والدعاء للولد كلها هذه القصة يعني تتعلق بأحد الأشخاص من إحدى الدول جاء معتمراً وعند الكعبة فعل السنة والمأثور وجاء إلى الملتزم وكان يدعو وأحد الجنود الذين هم مكلفين بالوقوف عند الحجر الأسود وفقه الله وجزاه خيراً وبارك في صنيعه كان صنيعه من أعجب الصنيع يقول فكنت كان في بداية عمله في ذاك المكان يقول فكنت أسمع صوت بكى شديد يقول شدني البكى فأخذت أسمع ماذا يدعو هذا الرجل فكان يقول ذاك الرجل في دعاءه يا رب الناس عندهم أولاد هكذا يقول يا رب الناس عندهم أولاد وأنا ما عندي ولد أعطيني ولداً ويردد هذه الجملة ويبكي بحرارة يقول أنا في بداية عملي والصوت حفظته إذني يقول سبحان الله بعد 18 سنة أو 20 سنة وأنا في نفس المكان وإذا بالصوت نفسه في الملتزم وتذكرت الشخص ونظرت وإذا الوجه هو الوجه وإذا يدعو بتلك الحرارة وبذاك البكاء واستمع إليه ماذا يدعو وإذا به يقول يا رب أهلك هذا الولد ويلح على الله ويبكي عند الملتزم أن يهلك الولد يقول فنزلت من مكاني وطلبت من زميل يقف في مكاني وأخدته من الملتزم وأخرجته خارج الملتزم وقلت له كان موفقاً كان موفقاً جزاه الله خيراً يقول فقلت له ألست أنت الذي قبل 18 سنة كنت في هذا المكان تدعو الله أن يعطيك الولد قال نعم قال أنت في هذا المكان قال أنت في هذا المكان ظلمت ولدك مرتين المرة الأولى أنا كنت أستمعك وأحفظ دعائك كنت تقول أعطني ولداً ما قلت صالحاً كنت تقول أعطني ولداً وتكررها ما قلت صالحاً ما قلت رب هب لي من الصالحين ما قلت أعطني صالحاً والآن جئت في نفس المكان تدعو عليه فلا أحسنت له في الأولى ولا في الآخرة ارجع إلى المكان وادع الله أن يهديه وابكي نفس البكاء وادع الله أن يهديه وأن يقبل بقلبه يقول وأخدته وأدخلته في الملتزم بعدما ما بينت له وأخذ يبكي ويدعو له بالهداية يقول بعدها بسنة جاء ومعه الولد وجاء وسلم عليه وقال للولد احكي له قصتك فكان يحلف ولده كان ولده يحلف لهذا الجندي وفقه الله كان يحلف له أن الساعة التي وقف فيها والد في الملتزم يدعو له بالهداية الساعة نفسها قام وتوضى وبدأ بالصلاة ورجع لي الاستقامة نفس الساعة يحلف له بالله كلتي وقف والدي في الملتزم يدعو لي بالهداية قمت وتوضأت وصليت وصلحت حالي بعد ذلك وكان يتعاطى مخدرات وآذى والديه أذى عظيما وحصل منه شر عظيم فينتبه لهذه المسألة ينتبه لهذه المسألة لا يتسرع لا يتعجل الوالد مجرد ما يغضب من ولده أو يستفزه ولده في بعض التصرفات ثم يدعو عليها ويتحرى حتى وقاتل إجابة للدعاء على ولده هذا غلط يجب على الوالد أن يرحم ولده يجب على البالد أن يرحم ولده ترجمة نانسي قنقر